في فكرة بتقول إن الإنسان بيعيش خمس أعمار آه آه خمس أعمار العمر الأولاني في حاجة اسمها عالم الضر اللي هو إيه؟ لما ربنا تبارك وتعالى قبل ما تبدأ البشرية كلها وإذ شوف الآية بتقولك إيه وإذ أخرج ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم من ظهر آدم جات كل الذريات بتاعته قبل البشر قبل في الأول خالص وأشهدهم علي أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا حتقولي أنا مش فاكرة أنا ما حضرتش حاجة زي كده لأ ما هي دي الفطرة بتاعتك اللي مغروسة جواك إنك بتحب الخير ده أول عمر ده أول عمر في عالم الضر طب والعمر الثاني في الصلب من جد 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 عملت أنتقل في الأصلاب عالم الأصلاب يبقى عالم الضر الأولاني خالص 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 وبعدين عالم الأصلاب عملت تنقل من ظهر الظهر من ظهر من ظهر من جد 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 جدك من آدم لنوح لإبراهيم لغاية ما وصلت ها جد جدك وبعدين جدك ده عالم تاني ده تاني عالم انت مرت به عالم طويل قوي على فكرة لغاية ما وصلت لأبوك وأمك لغاية ما طلعت انت تاني عالم اسمه عالم الأصلاب تالت عالم حياتك في الدنيا الستين سبعين سنة اللي عشتهم أو التمانين سنة اللي عشتهم في الدنيا ده تالت عالم رابع عالم القبر حياة البرزخ اللي احنا مش عارفين عنها حاجة القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ده العالم الرابع العالم الخامس والأخير الجنة أو النار الجنة ان شاء الله خمس خمس أعمار ممكن أسألك إيه أقصر عمر فيهم وإيه أطول عمر فيهم شفت أنا عايز أوصل لك لإيه رحلة صغيرة قوي أصغر عمر فيهم عمرك في الدنيا ستين سبعين سنة ده خيل عمر الأصلاب قد إيه عملت أنتق المكتوب خلاص إنك هتتولد من صلب لصلب 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 واسم العيلة وشجرة العيلة لغاية ما حضرتك جيت طويل قوي طب والقبر طويل طب والجنة أوه يعني ما لا نهاية طب إيه أصر عمري في الخمسة حياتك في الدنيا طب وقطوى العمر إيه الجنة عايزة أقول إيه عايزة أقول إن الرحلة قصيرة وإن الجايزة بعديها كبيرة قوي عايزة أقول إن علمونا في الهندسة أو علمونا في الرياضة إن أي رقم تقسمه على مالة نهاية يسوي صفر هتعيش كم سنة وحتاخد كل اللي هتاخده قد إيه هتعيش ألف سنة وحتاخد كل كنوز الدنيا اقسم على مالة نهاية الجنة يسوي كم صفر ما خدتش حاجة ما عشتش حياة قصيرة دنيا قصيرة والدنيا ما فيش حد بيطلع على طول يطلع وينزل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقص مال قصواء لا تسبق ما فيش حد يقدر يسبقها فجاء في يوم من الأيام أعراب بسيط بناقة له فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على الصحابة زعلوا الصحابة فقال لهم النبي إن الله كتب ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعها الدنيا كده الدنيا لا تعدل عند الله جناحة بعوضة تخيل هات كده مرة نموسة ومعلش بعد ما تموت شد الجناح بتاعها وشوف ها الدنيا كلها ما تعدلش ده طب يبقى ممكن أسألك سؤال أنت نصيبك قد إيه بقى من جناح البعوضة ولا حاجة بكل قصورك بكل ما تملك نصيبك قد إيه بص على الدنيا على حقيقتها ومهما كانت ألامك في الدنيا ومهما كانت أحزانك في الدنيا ومهما كانت أوجاعك في الدنيا بص عليها بحجمها الحقيقي ما تخليهاش تغرك وتشوفها غيرها حتى بأفرحها حجمها صغير قوي دي الحقيقة الأولى اللي لازم نتفق عليها ماشي موافقين يبقى كل ألمها وأحزانها وأفرحها ومناصبها وفلوسها وا 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 ومظاهرها يا ناس يلا عايشين كل الكلام ده يطلع عد إيه في الآخر كلام بسيط قوي ولا حاجة أقصر عمر طب تيجوا ننتقل للحقيقة التانية خليبالكم الحقيقة دي لازم تفضل معنا طول البرنامج لأننا كل ما حاجي في محطة من البرنامج مش إحنا اتفقنا طيب الحقيقة التانية اللي لازم نتفق عليها حقيقة خاصة بإيه السعادة مش هو اسمه رحلة للسعادة فالجزء الأولاني رحلتنا قصيرة في الحياة ولازم تدرك كده ولازم تبقى متأكد من كده وتعيش بالمنطق ده الرحلة قصيرة وما تسويش هينا قوي هونها هونها وشوفها على حقيقتها مهما كنت تعبان بسيطة كله ماشي كله ماشي من مئة سنة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض كانوا موجودين وبعد مئة سنة من النهاردة ولا واحد من اللي موجودين على وش الأرض حيبقوا موجودين كل مئة سنة الأرض بتغير جلدها اتفقنا على الحقيقة الأولى الحقيقة التانية السعادة أين السعادة الكاملة دي الحقيقة اللي لازم نتفق عليها من الآخر كده لا سعادة كاملة في الدنيا مفيش 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 في الدنيا أنا عايش سعيد سعادة متكاملة مفيش مفيش لا يمكن لازم منغصات ولازم ألام وخلي بالكوا إحنا كل حركتنا في الدنيا البحث عن كلمة سعادة الفلوس والمال كل تصرفاتنا في الدنيا الفلوس ما هي إلا ورقة في الآخر قيمتها إيه فيما تجلب من سعادة الحب الأولاد العز الجاه أنا كل القضية في الآخر عايز أكون سعيد بس للأسف لا سعادة كاملة في الدنيا السعادة الكاملة في الجنة ده الجزء التاني ودي الحقيقة التانية عايز السعادة السعادة الجنة وإحنا حركتنا في الدنيا ضار اختبار لنبلوكم أيكم أحسن وعمل عشان مين اللي يستحق يخش الجنة أنا عارف أنها بتكلم كلام بديهي قوي بس دي حلقة البداية تيجوا ندخل الجنة تيجوا نتخيل الجنة مش بنقول رحلة للسعادة تيجوا نتخيل السعادة الكاملة خلي بالكوا من بكرة بقى حنيجي عالدنيا يعني من بكرة من بكرة لغاية نهات رمضان إزاي أسعد في الدنيا دي؟ ما أنا مش جاي أقولك إزاي تسعد في الأخرة وحياتنا في الدنيا مش عارف أعيشها إزاي ومش عارف أتحركت إيها إزاي لا دا إحنا حنتكلم عن الدنيا خطوة خطوة لكن تعالوا نتكلم الأول الحلقة بقيت الحلقة النهاردة إزاي عايز سعيد في الجنة؟ ربنا حيديني إيه في الجنة؟ سعادة الجنة تيجو نتخيل؟ تيجو نتخيل؟ تيجو نتخيل إن إحنا روحنا الجنة؟ غمّ ضأينيك كده؟ تخيل معايا؟ إحنا فين دلوقتي؟ إحنا يوم القيامة؟ الحمد لله عمال تنجو وعمال تعدي ها الكتاب باليمين ولا بالشمال؟ خطو باليمين وزن الحسنات والسيئات الحمد لله الحسنات هي اللي رجحت ها إحنا فين دلوقتي؟ هنعدي الصراط عديت الصراط الحمد لله إنت فين؟ إنت على باب الجنة ينهر أبيض تخيل بقى غمّت كده؟ إنت واقف دلوقتي على باب الجنة شايف الباب؟ شايف الألوان اللي على الباب؟ شايف حجم الباب؟ ياه واحد بيسأل أحد التابعين بيقول له متى؟ متى أطمئن؟ قال إذا كان الصراط خلفك لأن لو الصراط خلفك قدامك باب الجنة شايف مين؟ مين معاك جيه على باب الجنة؟ ياه سيدنا ابو بكر هو وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي ابن أبي طالب هناك هو شايف مين؟ والسيدة فاطمة هي والسيدة مريم هناك وآه سيدنا إبراهيم هو أول مرة شوف سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وسيدنا عيسى وسيدنا موسى هو وبعدين شايف جاي مين جاي من بعيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا ترى مين واقف جنبك على باب الجنة تحب تبقى مسك في ايد مين ابويا وامي ياه ما تقابلناش فرقنا الموت في الدنيا ما كلنا حنموت مش تقولنا رحلة قصيرة الحقيقة الاولى ابويا وامي مسكين في ايدين بعض واخويا واختي اولادي جايين كلنا مشبكين في ايدين بعض على باب الجنة متخيل متخيل اللقطة على باب الجنة عامل ازاي واحساسك عامل ازاي لا انا عايز اقولك حاجة كمان شايف الملايكة اول مرة تشوف سيدنا جبريلا هو والملايكة بتستقبلك على باب الجنة وخلي بالك انت سمعت عن احتفاليات الدنيا لما حد بيبقى كده بيعملوله احتفال غير عادي لانه منتصر او عمل حاجة تخيل بقى احتفال الجنة وانت داخل على باب الجنة والحفلة اللي مقامة ليك وسيقى الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراء حتى اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم تخيل الاستقبال تخيل حفل استقبال الجنة عامل ازاي ويا ترى انت واقف فأني وصفوف ماهو بقى الناس كلها وقفة صفوف على باب الجنة انت في الصفوف الاولانية ولا انت في الصفوف الورا وتخيل انت جاي بقى واقف في الصفوف الورا والنبي صلى الله عليه وسلم ياخد بايدك ويقولك لا انت مكانك قدام انت كنت كافل يتيم وانا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين انت اخلاقك كانت حلوة اوي انت اخلاقك ممتازة وانا قلتلكم حديث في الدنيا اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا تعالي اول مرة والنبي واخدك من ايدك وبيطلعك وبتتقدم الصفوف وفجأة لقيت نفسك في وسط الصحابة تخيل وجنبك اهو سيدنا عمر وسيدنا عثمان وقادي السيدة عائشة وانت دخلة مع الناس دول لان انت عملتي صريح انت جتي في الاخر بس عاملة حاجات حلوة وحيتفتح باب الجنة بس حيتفتح ازاي لازم حد يفتحه فتخيل النبي بيتقدم الصفوف بقى كلنا وقفين على باب الجنة والناس وقفة 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 وبعد انت بص تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بيتقدم الصفوف ويترق باب الجنة فيقول خازن الجنة من؟ فأقول محمد بن عبد الله فيقول ان الله امرني ألا افتح الا لك فتخيل فتحة الباب غمط كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وان فتحت باب الجنة مساحة الباب كما بين مكة والشام انت متخيل بقى ما هي عرض السماوات والأرض ما هي الجنة عرض السماوات والأرض تخيل فتحة الجنة؟ شميت ريحت الجنة؟ النبي كان بيقول وإن رائحة الجنة لتشم من مسيرة خمسمائة عام لا دا انت بقى مش خمسمائة سنة دا انت قدام الباب اتفتح الباب يلا ندخل؟ لا قبل ما ندخل في حاجات ربنا حيقولها لك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة